حذرت السلطات المحلية في صلاح الدين شمال بغداد من عودة داعش لاحتلال المحافظة مجددا على خلفية الهجمات المتكررة التي ينفذها مسلحو التنظيم انطلاقا من مخابئهم في المناطق الصحراوية القريبة وقال رئيس مجلس صلاح الدين أحمد الكريم لأخبار الآن إن مسلحي داعش ما زالوا ينتشرون في مناطق مفتوحة من محافظة صلاح الدين حيث يختارون مواقع هجومهم والأهداف التي يريدون تنفيذها مطالبين السلطات الأمنية بتعزيز عملياتها الاستباقية هناك تحركات هناك تزايد لتواجد عصابات داعش وممارسة أعمالها بدأت تنفذ هجمات ما بين منطقة واخرى وهو يختار الوقت المناسب وهو يختار نوع الهدف وهو يختار المنطقة التي يستهدفها إذن هذا يدل على انتشار واسع وفعلا هناك مؤشرات حقيقية أبلغنا بها القيادة العامة لكن للأسف الشديد لم نجد هناك تفاعل من قبل قيادة العامة ولا القاعدة العامة القوات المسلحة ولا من قبل الوزارات الأمنية القوات الأمنية اليوم للأسف يؤسفنا أنها التهت بمصالح الشخصية بمصالح اقتصادية وتركت الملف الأمني من يقوم بتهريب النفط من يقوم بنصب سيطرات وجمع الأموال ومن من مساومة على المصالح وعلى الموافقات وعلى خروج الدواعش وعلى المعتقلين اليوم جميع الأجهزة الأمنية أنا أقول بصريحة العبارة وتحمل ملتهت ملتهية في ملفها الاقتصادي فقط وتركت الملف الأمني اليوم لدينا مشاكل هناك مؤشرات خطيرة جدا تؤشر على عودة داعش إلى محمد صلاح الدين هناك لهم بدأت موجة نزوح من المناطق التي بدأ داعش يسيطر على هذه المناطق ودخول إلى هذه المناطق لم نجد حلول ولم نجد هناك أي استجابة من قبل القائد العام للقوات المسلحة